أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان موسم الامتحانات انطلق وخلاص بدأنا بامتحانات النقل في كل المحافظات وكلها كام أسبوع كمان وتبدأ امتحانات الشهادات وطبعا في كل البيوت المصرية أول ما الامتحانات بتبتدي بيتم إعلام حالة الطوارئ جوه كل البيوت توطر بقى وقلق والأمهات قلقانة والأمهات قاعدة بالذكر أكتر من الولاد خوف عند ولادهم وعلى ولادهم والحيانه حالة القلق والتوتر دي بتتنقل للبيت كله وكأن البيت كله بيمتحن طب احنا النهار دا عايزين نتكلم إزاي نقدر نغير سلوكنا وعداتنا كأولياء أمور علشان نقدر نسهل على أولادنا الفترة دي وتعدي معهم الموضوع بخير وسلام وما يكونش الموضوع يعني أزمة زي ما يعني بتتعامل على كل متحانات حتى متحانات نص السنة لازم دايما بيكون فترة الدراسة يعني فترة صعبة على الأطفال بعيدين نعرف إزاي ممكن نتعامل معاهم خلال أيام الامتحانات دلوقتي خلينا نرحب بضفتنا الدكتورة هلا منصور أستاذ علم الاجتماع صوح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المساهد يهلا بيك فان صباح الخير نتعامل إزاي مع الولاد في فترة الامتحانات علشان ما ننقلهمش حالة القلق والتوتر اللي موجودة عند أولياء الأمور اللي يمكن اعتدنا عليها أنه المتحانات يبقى طوارق يبقى توطر يبقى قلق والبيت كله فعلا بيعيش المتحانات هو الغريب أن الأمهات والأباء بيبقوا أكثر توطرا من الأبناء لأن عليهم ضغوط كتير جدا أول حاجة لازم الثقة الثقة بالنفس دي مهمة قوي الثقة بالنفس عند الطالب وعند الأب وعند الأم أنه متحمس حرب لأنه ساعت يبقى الطالب مذاكر أو البنت مذاكرة والتوتر والخوف والقلق بيخليها تنسى أو بيتهيق لها أن هم نسين اللي هم مذاكرين وكمان حالة التوتر بتخلي نوع من أنواع ردود الأفعال الغير منضبطة من الأبناء ساعت نوع من أنواع البرود المبالغ فيه أو نوع من أنواع التوتر المبالغ فيه والحالتين بيرفعوا حالة التوتر عند الأب والأم يعني حتى ساعات الأم تحس أن الطفل أو الولد أو البنت اللي كانت اللي داخل أمتحن مش هو بارد شوية زيادة فهي تبتدي تولع شوية أكتر فهنا العملية محتاجة درجة من استقع بالنفس عند الولاد ودرجة من استقع ما بين الأباء وما بين الولاد وطبعا استقع من الأول في ربنا إذا هو مذاكر إذا هو فاهم بيبقى أكتر قدرة على أنه هو يكون ريلاكس شوية قبل الامتحان في بعض الولاد بيدغطوا على نفسهم قوي في المراجعة وده بيخليهم أكثر توترا عدم الانتظام في النوم استهر أكتر من اللازم أو أنه هو يحس أنه هو محتاج يرجع أكتر فما ينامش فبتدي تركيزه يقل كل دي حاجات في منطقة الخطورة على البيت بشكل عام وعلى نفسية الأب والأم وعلى نفسية الولاد قبل الامتحان فهنا شيء مهم منهم ياخدوا ثقة في نفسهم شيء مهم منهم يناموا كويس ويناموا صح يناموا وقت ما الناس تناموا ويصحوا وقت ما الناس بتصحى وعلى فكرة أعلى درجة للتركيز والاستعاب للعقل درجة الصبح بدري أول ما النهار بيطلع لأن النبات بيطلع الأكسوجين والنادى بيبقى نازل معايا قدر من الأذون وده بيتغذي خلايا المخ بدرجة كبيرة جدا لكن في مسألة الصهار بيبقى الأكسوجين أقل في الجو نظرا لأنه نبات بيستنشق معانا الأكسوجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون فهنا بيبقى التركيز المخ ضعيف يعني اللي عايز يرجع شوية يعني اللي عايز يرجع الصبح بدري ما يصحرش يرجع بالله لأن خلايا المخ بتتغذى على الأكسوجين أكتر طيب دكتورة كل الفئات العمرية نتعامل معها بنفس الطريقة يعني الأطفال في ابتدائي زي إعدادي زي سنو أوه ما يفرقش مثلا مرحلة المراقم لا لا لازم يتربى عنده إحساس بالمسؤولية يعني من البداية من وهو بيذاكر يبقى عنده إحساس بالمسؤولية والاعتماد على نفسه على فكرة الأم اللي تفضل جنب الولاد اعمل دي يلا أسمع لك احفظ أذكر لك دي بتتعيبه وتخلوه ما عندوش رغبة إن هو يعتمد على نفسه وتخلي قدراته كمان على التحصيل أقل فهنا بنقول نجي فرصة إن هو يحاول نجي فرصة إن هو يحاول يستوعب ويبقى دور الأم هنا إرش إيدي لو هو احتاج حاجة يفهمها من سنة كم يبقى إرش مجرد من أول ما يبتدي يدخل المدرسة لأن في الحياة تدخل الأباء والأمهات بيبقى صعب خصوصا لما يبقى الطفل الأول هي متخيلة إن هو لا مش هيعرف يكتب ده مش عارف يذاكر ده مش عارف يحفظ ده مش عارف يعمل الحروف مع إنه هي عود سنة واثنين وثلاثة بيتعلم إزاي يكتب الحروف فهنا الضغط في الفترة دي ممكن يخلي شخصيته ضعيفة قدام المذاكرة وتبقى بتمثل بالنسبة له عيب أو ممكن يخليه متوتر دايما ممكن يخليه فقد الرغبة حتى على إنه هو يتعلم نتيجة ردود الأفعال الغير منضبطة في توقيتات كان لازم إن الطفل ده يحب ده ويعمله بدرجة من الحب ودرجة من الثقة بالنفس طيب الحاجات اللي بتخليهم يرفعوا عن نفسهم شوية أيام لامتحانات يمكن يعني بعض الأمهات لو فيه تلفون بيشيلوا التلفون لو فيه آيباد بيشيلوه التلفزيون يتقفل كل الحاجات اللي هي ممكن تخليه رفعها عن نفسه شوية بنقللها أو بنمنعها خلص أيام لامتحانات هي المفروض في الحياة تتقلل على مدار الحياة الدراسية يعني مش أيام لامتحانات وبس يعني قدر من النظام في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية مهم جدا للأطفال لأنه أصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية ضر جدا وأصبحت مدمرة لعقلية الطفل والزاكرة ولحالته حتى النفسية والأجهزة والعصبية والعيني فهي مضرة جدا فهنا مطلوب من الأب والأم إن إحنا نحدد وقت ووقت يكون ما يدورش طفل مايبقاش وقت طويل مايبقاش وقت على مرة واحدة يعني ممكن على مرتين ثلاثة في اليوم كل مرة ربع ساعة ده بالنسبة للأطفال بالنسبة للأطفال الأطفال غير طا منتشر حضرتك ماشي بس خلانا أتفق إن فيه مرحلة صعبة مرحلة المراقة اللي هي يعني في أواشر الإعدادية والسنوي والحاجات دي بتبقى مرحلة صعبة برضو في التعامل يعني هايز طريقة مختلفة في التعامل هو صعب على الولاد إنه هما في صراع نفسي ليه؟ لأن الموبايل والأجهزة الإلكترونية بتعمل إدمان فما يجيش بعد ما يبقى أدمن وناسبته براحته أجي أقوله إمنع مش هينفع لكن لو هو تعود على نظام معين للتعامل مع هذه الأجهزة هيبقى أكثر قدرة يعني من الأول من الأول يعني حتى إحنا بيحصل لنا الإدمان ده فكل ما نسيطر عليه بإن إحنا نحدد وقته معين نحدد مساحة معينة يجبير كمان منه يا دكتور إنه ما يشفناش إحنا بنستخدم الأجهزة دي بالشكل المكثم ده وبنقوله العكس بالضبط فلا إحنا كلنا بنتربى مع بعض أصل الأب والأمة يتخيلوش إنه هما بيربوا الطفل الواحد ولا إحنا بنوعيد تربية ذاتنا لإنه بنتحكم في بعض الأمور لإن إحنا قدوة ولإنه الطفل بيقلدنا ولإن هو بيبسط لنا وإن هو جوابت دور الأسئلة طب هو ليه أنا مباحلية طب هو ليه أنا بعمل ده وهو لأ فهنا بنقول للأب والأب والأب لو أنا بعمل ده عشان أنا خلصت التزاماتي لا عليك تبتلاي يعني أنا بخلص شغلي أسأل أنت هنا ما بتقولوش التزامات هنا بتقولو ده دار ده مش كويس استخدامه أكتر من اللازم ممكن يعمل لك مشاكل نفسي وعلى فكرة إحنا كلنا بيعمل لنا مشاكل نفسي وبيزود معتلات التوتر وبيعمل نوع من أنواع اكتئاب كل ده لإن أنت بعد واحد أنت قاعد قدام جهاز هو اللي بيوجه حضرتك ناهيك بقى عن الأضرار الطبية والمشاكل الصحية اللي ممكن تحصل فهنا بنقول إن إحنا لازم نبرمج ده طول الوقت أيام من الامتحانات كلنا عندنا أولويات يعني لازم نربي برضو الطفل أو الولد أو البنت على ثقافة الأولويات إنك تعيد ترتيب أولوياتك وفقا للضرورة اللي أنت فيها فأيام من الامتحانات ممكن ننام أقل أيام من الامتحانات ممكن نتنازل عن بعض الأنشطة أو بعض الأمور اللي إحنا مش هنعملها وإن إحنا هندخل على فترة أجازة هيكون كل حاجة مباحة صحيح فهنبتدي نعيد ترتيب الأولويات وفقا معنا كده أن أنا أمنعه من الخروج فترة الامتحانات لا مش أمنعه يعني مثلا يقولي أنا هخلص امتحان وقعد شوية شو هدول ساعتين ثلاثة أربع ساعات بعد الامتحان بعد كل امتحان مش آخر امتحان هو اليوم بتاع الامتحان أو الساعتين اللي بعد الامتحان لازم تعمل تفريغ لازه لأن أنت كنت مخزن معلومات كتير فكر في أي حاجة تانية عشان يعيد الفلترة مرة تانية لاستقبال المذاكرة بتاعت المادة الجديدة طيب يعني كلنا يعني تقريبا تربينا بطريقة أنه لما تجيب درجات معينة هجيب لك هدية معينة أو تسافر سفرية أو يعني المحفزات اللي أوليها الأمور بيحاول أنهم يعملوها طول الوقت لكن أعتقد أن إحنا مؤخرا والتربية الإيجابية واللي بقينا بنسمعه بيقول أنه ما تربطش حدث معين بمحفز معين فالواحد الطفل يتربط جوه دماغه وأنه مش هيشتغل أو يعمل حاجة غير بهذا المحفز الحقيقة دي فين بقى؟ شوف يا حضرتك هو حالة التحفيز دي حالة ضرورية بس بلاش يبقى التحفيز كله مادة لكن لازم كلنا حتى إحنا في عمرنا ده وفي حياتنا نحتاج تحفيز يعني حتى في شغلنا بنحتاج تحفيز في واحد بيحفز بابتسامة بكلمة حلوة بتأدير في واحد بيحفز بمسئولية في واحد بيحفز بخوف من عقاب لكن كلنا لازم بنستخدم أدوات التحفيز بس هنا أدوات التحفيز نسبية يعني بنقول للأب والأم ممكن اللي ينفع مع طفل ما ينفعش الأخوه أو لأخته فهنا إدراك الأب والأم للآليات اللي ممكن إن هي تحفز الولد أو البنت أو تخليه قادر على إنه هو يكون أكثر إيجابية هي الأم بتقدر تكتشفها مش مانا إحنا نستخدمها وهم أولادنا على فكرة ما تدين قوي أكتر منه وأذكية كمان وأذكية كمان وممكن حضرتك تقولينه أنا هجيب لك جيش أن تعمل ده يقولك مش هعمله وهجيب لك غيره لأنه إحنا برضو بدأنا نجيهم درجة من الرفاهية أعلى وما بقوش محتاجين قوي اللي إحنا بنحفزهم به فهنا أدوات التحفيز لازم تبقى نسبية وصعف حتياتهم بيرتافع وإرضاء الأطفال لدرجة الاكتمال ده سيء جدا يعني لازم يكون الطفل أو الولد أو البنت حاسس أنه لازم يبزل مجهود شوية عشان ياخد اللي هو عايز ولازم يتعلم أنه يقول شكرا ولازم يتعلم أنه يديك انتباع أنه هو راضي فلازم لو هدي حب لازم أخد تأدير هدي حنية لازم أخد عارفان يعني هنا بنقول للأب والأم علموا ولدكو ياخدوا يدو ما يبقوش بياخدوا بس لأن اللي بياخدوا بس بيفقد لازة اللي بياخدوا حتى في السن الصغيري دفعا آه في أي مرحلة عمرية لازم أعلموا أن كل حاجة يقبلها حاجة بس مش بتغذية النازع المادية بقى لكن نوع من أنواع التأدير نوع من أنواع التحفيز نوع من أنواع الرغبة ده أساسي لنا كلنا في الحياة طيب زاكر يا فاشل أددأني لو فلحت شوف ابن خالتك شوف ابن عمتك شوف أخوك الكبير كل حاجات حاجات سابدة كده تنالي الأمة بتقولها لابنها في فترة الانتحانات لأ دي خطر جدا ليه بقى أفضل أدوات الدخول للإنسان باب المزايا لازم أشوف الميزة اللي عند حضرتك ونور عليها حتى لو سوقت أقوله يا سلام ده أنت بتلعب كويس قوي وعقلك حلو قوي بس أنت لما استخدمتوش صحة يعني لازم أحسسه أن هو قيمة ولازم أحسسه أن عنده حاجة إيجابية عشان هو يحب أن هو يظهر إيجابياته إنما المقارنات السلبية دي شيء راضي جدا ليه لإني أنا بررت له أن يبقى وفي نفس الوقت ما خلتوش يحب صورته الإيجابية لإني أنا دايماً بتجيله الصورة السلبية عن نفسه فخلص مش فارقة يبزل ليه مجهود فهنا بنقول الدخول من باب المزايا شيء مهم جدا كمان أساسيات أساسيات الاعتراض على الفكر متهم يعني لازم أمضح الفكرة حتى لو وحش عشان أعرف اعترض عليها بمعنى أن أنا أقولك كلام حضرتك كويس كلامك هايل والله وجهة نظرك حلوة والله طريقتك كويس بالضبط بس أنا عندي وجهة نظر تانية طب لو هو أقلم أني ابني أو حد صغير بعلمه بقى بقوله أنا عندي وجهة نظر تانية عشان واحد اتنين تلاتة يعني عشان أن تقبله بطريقة بلي أو يديني مساحة أنه يتعلم مني طب لو هو في مستوية بقوله والله كلامك هايل أو اللي أنت بتعمله ده كويس قوي بس أنا عندي وجهة نظر تانية وبتدي أشرح مزايا فكرتي من غير ما جي ناحية عيوب فكرته طب لو هو أعلى مني لازم أبيع له الفكرة مقابل التطبيق فهو بيكلق أقوله والله كلام حضرتك معقول جدا وهي ده أوحالي بالفكرة الفلانية أو فكرني باللي حضرتك كنت قلتهولي قبل كده بحس أنه يحس أنه هو شريك في الفكرة اللي أنا بقولها فيديني أحقية أن أنا أطبقها إنما ما ينفعش أبدا الدخول من باب السلبيات أو التركيز على حالة العند وإثبات الجدارة تجاه الطرف الآخر أو أنه أنا اللي صحه وأنت اللي غلط أو هو أنا أتعلم مني عشان أنت ما تعرفش لأ أنا أتعلم مني عشان أنا وأنا قدك ما كنتش بعرف اللي أنت بتعرفه عشان وأنا في سنك كنت محتاجة لده بحيث أن أنا أرفع ثقته بنفسه وحسسه بالقيمة عشان هو يبتزي يتقبل مني اللي أنا بقوله طب يا دكتور الأمهات يعني خلينا نروح للواقع كده كلهم بيذكروا مع أولادهم وتستخدم معلوماتها كمان علشان تناقش معهم كده المواد الدراسية ويعني لو دخلوا انتحنوا هيبقى أفضل كتير شايف الموادو ده عامل إزاي؟ يعني هل مفروض أن الأمهات يعملوا كده ويفضلوا في حالة الشحن دي والمذكرة والكلام؟ لا خالص فما يتقولك أنا لو صلت ومش حايزك هي بالتابع وفيه فرق أن أنا أتابع وفيه فرق أن أنا أرائب وأفضل طول الوقت فوق دماغي أو أفضل طول الوقت هو معتمد علي هو مسنود علي لازم معلمه زي ما أنا لما جي يقف أو جي يمشي أو جي يزحف سبته يحاول في المذاكرة كده بالضبط لازم هو يحاول أو أحسسه أن أنا هسنده بس أنا سايبه هو يحاول كمان طريقة الأم هي مطحونة عندها سراع أدوار ما بين شغلها وما بين البيت وما بين المسئوليات وما بين المذاكرة فهي بتنقله توتر أساسا موجودة عندها الحاجة الثانية إحنا كلنا مش شغلتنا التدريس يعني اللي شغلته التدريس دارس مناهج تربوية وعارف إزاي وصل المعلومة فهنا هو كمان دارس تربوي وعارف إزاي يدخل بالمعلوم وعارف إزاي يخلي المخ يحاول أنه هو يوصل فاعتمادية الطفل على الأب والأم مشكلة بتنزي تلاقيه هو قاعد مستنيها تفضل قاعدة جنبه حتى لما يدخل الجامعة مستنيها تفضل قاعدة جنبه لأنه هي معاودتوش أنه هو يحاول كمان الدروس الخصوصية من البداية أو مش مطلوبة من البداية لازم يحاول عشان يكتشف قوته فين وإيه هو محتاجه لأن نسبة التحصيل نسبية ومختلفة من طفل لطفل فهنا مهمة قوي أنه أنا خليه اعتمد على نفسه مهمة قوي أنه أنا خليه حاول وما خليه سلمذكرة حرب بلاس نخلي المذكرة عقاب بلاس نخليها حرب بلاس نخلي الطفل رايح للمذكرة وهو بيكرهها لازم نعرف إزاي نخليه حبتها بلاس نخلي المذكرة عقاب بالضبط من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها مع حضرتك للوقت أنه الطفل زكي فلازم أنا أحترم زكاء الطفل بمعنى أن أنا وأنا بشجعه على المذكرة مش لازم أوضح له جانب واحد فقط من النتيجة بتاعة المذكرة وهي الدرجات بتاعة الشهادة لأن عندي حاجات كتيرة لازم أتكلم معا فيها لأنه هو ذاكي وفاهم يعني لما أتشرحه بمستقبل يعني خلي أولادنا يفهموا أكتر من أنهم يحفظوا خليهم يحبوا اللي هم بيدرسوا وخليه هو يشرح لي خليني أنا في بعض الأحيانة بيينه أن أنا مش أدر أفهم دي كويس وإنت أوضحها لي لأن طريقة الشرح بتخلي المعلومة تثبت فهنا بنقول بلاش الحفظ بلاش تسميع كلمة بالكلمة لأن الأم تبقى بتعمل حاجة سمع 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 ومعمالة وهو شغال بغبغان وفي بعض الأمهات بتستسهل فتعمل هي الواجبات لأولادها ففيه كوارث في المساحة الجيل عشان كده هنا المشكلة لما المدرسة رامت دورها على الأسرة بص دور المدرسة ودور الأسرة لأنه مفترض أن المدرسة هي اللي بتعلم وأن الأم بتتابع في بعض الأماكن الدنيا متشقلبة الأم هي اللي بتذاكر والمدرسة كل شوية أرجو المتابع أرجو المتابع لأن هما بيلعبوش دورهم الصح مع الأطفال الصح أن الطفل يكون رايح البيت ما عندوش مذاكرة أو لو عندو مذاكرة تبقى مجرد مراجعة مش لسه هو هيفهم من أول وجديد لأن مش وظيفة الأم وقدراتها لن تسمح وإمكانياتها مش هتسمح أن هي تدخله المعلومة صح بالطريقة الصحة لتخليه يحبها ولتخليه قادر أن هو يفهم فلازم يكون فيه توافق بيننا وبين بعد كمان أعتقد أن الأمهات بيكون عندها يمكن تأدير للدرجات والكلام ده اعتمادا بقى على جارتهم بينتها جابتكام وأختها دي مشكلة بقى اللي هو المباحة للولايات كمان على الأساس أنه محافظة هي فهمة أنها كده بتشجع ويذاكر لما تقارنوا باللي حواليه خالص إحباط الطفل حتى لو بنحكي عن مشكلته حتى لو أنا عقبت الطفل وقلت للناس أنا عملت له شبه بضيحة فبقى مش قادر يشوف نفسه بالصورة الحلوة المكتملة اللي هو مفروض يشوف نفسه بيه فبقول للأمه خلي العقاب خاص خلي إدراكك لمشاكل ابنك خاصة جدا بينك وبينه حتى لو الأب عارف ما يبانشه قدام الطفل أنه هو عارف حتى لو الأب هيعاقب ما يطلعش من الأودة يقول أنا عملت معاه واحد اتنين تلاتة يعني هو اسم الأب ما ذكرش رؤية العقاب بس يا دكتورة يعني هو الأم لا والله ده الأب ده أصدر لا 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 أنا لنا بكلم فيه حتى لو الأب أو الأم لو طرف حاول يخلي العلاقة خاصة عشان ولادنا ما يحسوش أن رونقهم حصل فيه خدش حتى لو هم مخطئين لكن في بعض الأمهات كمان بيدعوا على الأطفال عشان يمنعوا الحسد أو يدعوا على الأطفال عشان ما حدش يعني مشكلة أو ده عنيد أو ده مش عارف إيه الطفل بيسمع فبتزي هو هو عمده هل أنا فعلا كده ولا هي بتكذب حاجات كثيرة جدا لا بيدور جوا الطفل أسئلة كثيرة جدا وبيدور جوا تفسيرات وإحنا بنتخاني الطفل مش فاهم لا أو فاهم على المستوى بتاعه وبالتالي بيترجم أمور كثيرة غلط فلازم نحافظ على بناء شخصيته مع بناء المذاكرة مع بناء عقله مع إحساسه مع إيجابياته تجاه أي حاجة إيجابية تحصل له وندربه على الشكر ندربه على العرفان ندربه على التأدير ندربه على حب نفسه بشكلها الحلو اللي ما فيهوش خدوص طيب أنا كأب بدوري إيه فترة الامتحان وكمان إزاي نهيأ للطفل جو مناسب عشان يقدر يذاكر الفترة تاعت الامتحانات أنا عايزة أقول لحيك والامتحان مش حال لو أنت ماشي معي صحة أيام الدراسة مش محتاج فترة الامتحان بس لو البيت في داوشها يعني هي فيها نوع من أنواع التهدئة أكتر نوع من أنواع تجميع المعلومات اللي تمت على مدار الوقت الطويل نوع من أنواع اكتاب الثقة عشان هو كمان ما يبقاش خايف يعني ساعات الطفل في بعض الأطفال بيخافوا قوي أو بعض الشباب كمان بيخافوا قوي فتهايلوا أن هو ناسي فيعود يراجع ومتهايلوا أن هو ناسي مع أن السؤال بيعمل استدعاء للمعلومة هنا أول ما لاقي عمده الخوف دا لازم أبتجي أنا أدربه على أنه دا مجرد خوف أبتجي أرجع معي ومشروع يعني توتر مقبول أفجأه بسؤال هيلاقي سؤال بيستدعي المعلومة لأنه ساعات تهايلين أنه ناسين بس أول ما نشوف السؤال أو أول ما نتسئل العقل بيبتجي أستدعي المعلومة فقدر من الطمأنينة قدر من استقاب النفس قدر من الاستعداد على المدى الطويل ما يبقاش ساعة الامتحان قدت لسه دالا هتكلم في حال مع حضرتك أن أنا عشان ما كسفش المذاكرة في الفترة اللي هي قبل الامتحانات أكيد أكيد في حاجات هتقع من يعني لو أنا بذاكر طول السنة بالضبط يعني مش تدريجيا هي قدرات كان في ناس بتقدر تحصل أنا عن نفسي كنت بحصل المدى أيام اللي امتحانات يعني هي قدرات مش هزين أستمزل الدكتورة هي دكتورة هو كل حاجة لا هي قدرة بتبقى على قدر التركيز بس كنت زاكرة ركز كويس قوي يعني فيش حاجة تانية تبتدي تدخل مؤثرات فهي على حسب قدرة الطفل على التركيز وعشان كده لازم حسبها النتائج وتجيله ثقة في نفسه ولما نيجي بقى لقى إنا تشجا لا تعالوا حبيبي إحنا عملنا كذا يبقى مفروض نعمل كذا يعني أنا لو لقيت ابني مثلا بيجي يزاكر في الفترة اللي هي أجل الامتحانات على طول لكنه بيكسف وبيضغط نفسه وبتاعه بيجي نتائج كويسة ما تضغطش عليه بعد كده أنه هو يزاكر لا ما تضغطش عليه بس تحاول معا بالتدريج عشان ما يبقاش الضغطة بتاعة الامتحانات كتير طب أكتر وقت أو مرحلة بيبقى فيها توطر السنوية العامة حال طوري عشان دلوقتي يمكن قلت شوية لأنه أصبح في مجالات بردو فنحنا خلصنا سنوية عامة لا كان زمان السنوية العامة هو مكتب التنسيب بتاع الجامعات الحكومية يعني ما هيسافر بره بقى وده كان نادر يعني وقلعي هناما دلوقتي أصبحت لاختيارات كتيرة جدا قدام الشباب وأوليان أمور وأوليان أمور بسضبط كده أصبحت فيه اختيارات كتير وأصبح فيه مجالات كتير لكن برضو لا يزايل عند بعض الناس السنوية العامة يعني السنوية عامة لأنها نقطة تحول منها هيبتدي ينطلق لمستقبل في تخصص معين طيب إذن زي ما الدكتورة قالت كده هي رشدت إزاي يتعامل مع ولادنا في الفترة دي ما ينفعش لما يكون معامل موبايلات طول فترة الدراسة إن أنا ناجي مرة واحدة كده واشي لا ده مفروض أن أنا بقنن استخدام الموبايلات واللاب توب والحاجات دي كلها طبعا حتى في الأجازة على فكرة حتى في الأجازة كمان عشان صحيته وعشان نفسيته صحة النفسية وصحة الاجتماعية وصحة البدنية بتتأثر بدرجة كبيرة جدا من الإلكتورات عظيم وكمان معانا فترة اللي هي بعد الانتحان لو عايزين يسيبهم ساعة ساعتين بعد كل امتحان عشان برضو إيه يفضي المعلومات اللي في الماغه يفضي الماغه كده وياخد الإلكتشيشن يعني إلا بقى ساعت من كتر ما الأب والأم الألقانين تلاقي طفل بارد بارد معندوس استجابة أو ينقلونه التوتر هم اللي نقلونه التوتر وده حالة دفاعية للتوتر اللي موجود فيستفي الزهر طب فيبوا هم السبب يبوا أكثر توترات عظيم جدا منشكرك كيف أنهم شرفتين ونورتين صعداء جدا موجود حضرتك معنا دكتورة هالا منصور أستاذ علم الاجتماع بجمع ابانها شكرا جزيلا لحضرتك